السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني طاب يومكم بخير ان شاء الله عندي كمان اليوم هالعطرين الفرنسيين طبعا من ماركة لومان هالعطرين يجو اثنين هنا نفس الشكل تقريبا واحدة جولد واحدة كودي يعني بتشوف الشكل شكل هالعطر العلبة فيها تميز بالعلب هي جاية طبعا معدن مو كرتون شكل العطر هيك بيفتح نحن شكل العطر شكل العطر هيك اما بالنسبة لريحة العطر هالعطر ريحته هادئة كتير طبعا حلوة يعني صراحة هي ريحة هالعطر حلوة يعني مو سيئة و بالنسبة للسبات هالعطر بظن بيضل شي ساعتين ثلاثة هالعطر انا ما جربته كتير لانه لما واحد بده يجرب العطر لازم يعني انا بحط عطر اذا جربت غير عطر لازم اغير التياب مشان العطر ما بيفوتوا جوا بعض بيطلع ريحة غير لازم واحد يغير ويحط عطر ثاني حتى يلاحظ شقد بفيه الوسبات او هيك يعني طبعا قلنا هذا هذا ريحتوه و حلو يعني صراحة العطر حلو وفي الثاني القولد القولد كمان نفس العلبة هي بيجي هيك هاد اقوى من هاد طبعا هذا شوي اقوى منو هي نفس الشي يعني سبات نفس الشي بس بغظم انو واحدة باردة واحدة حارة هي يعني يمكن هاد بدك تستخدمو بالصيف والتاني بدك تستخدمو بالشتة وايام الباردة او الخريف او الاخري انا حسب وجهة نظري بحكي يعني ما ما بعرف بالضبط بس هاد اقوى من الثاني وتنيناتهم حلوين يعني الطقم جايين ايه العلبة كمان حلوة واحد يقدر اكتر شي يهديه للهدايا يعني بستاهل يعني منظر حلو يعني بالنسبة للسعر هي بحدود تلاتين اربعين يورو حسب البلدان حسب الاماكن يختلف طبعا الاسعار من المكان الاتاني اه اذا عندكم اي اسئلة عن اي اطورات تقدروا تكتبوا تعليق تحت الفيديو ان شاء الله باسرع وقت بقدر ارد عليكم اي تعليقات اي شي بخاص اطورات اه علبهم هدول حبيت افرجيكم بياه هدول اللي عندي ان شاء الله اه نشوف ازا في عندي غير اطورات ان شاء الله و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته